الجهاز الهيكلي الطرفي لكلب السمك يتمثل الجهاز الهيكلي الطرفي لكلب السمك فيه الحزام الصدري، الحزام الحوضي، وهيكل الزعان في المفردة والزوجية أولاً، هيكل الزعان في المفردة كل زعنفة مفردة يدعمها عدة أعمدة غضروفية تسمى الشعاعيات والأطراف القاعدية التي تحمل هذه الشعاعيات تسمى القاعديات ويحمل السطح الخارجي لهذه الشعاعيات صفاً أو أكثر من الصفائح عديدة الأضلاع وتمتد من هذه الصفائح الأشعة الزعنفية والتي تدعم الجزء العريض من هذه الزعانف ثانياً، الحزام الصدري يتكون الحزام الصدري من قطعة غضروفية على شكل حرفيه تقع خلف القوس الخيشومي الخامس حيث يتكون من نصفين كل نصف منهما يتكون من جزء رأسي يسمى اللوح يمتد على جانبي الجسم وجزء أفقي يسمى الغرابي والذي يمتد على السطح البطني للجسم يوجد بين اللوح والغرابي منطقة تتمفصل فيها الزعنفة الصدرية مع الحزام الصدري تسمى السطح الأروحي ثالثاً، هيكل الزعنفة الصدرية تحتوي الأشعة الزعنفية الغضروفية المكونة لكل زعنفة على ثلاث قطع غضروفية وهي حامل أشعة أمامي والذي يحمل شعاعاً واحداً حامل أشعة وسطي وحامل أشعة خلفي ويحملان 12 جزءاً من الشعاعيات وهذه الشعاعيات تحمل صفاً واحداً من الصفائح عديدة الأضلاع والتي تمتد منها الأشعة الزعنفية لتدعم الجزء العريض من الزعنفة رابعاً، الحزام الحوضي وهو عبارة عن قطعة غضروفية واحدة تمتد أفقياً على السطح البطني للجسم تعرف بالعارضة الوريكية العانية كما يوجد على كل جانب من جانب الغضروف سطح تتمفصل فيه الزعنف الحوضية يعرف باسم السطح الحقي خامساً، هيكل الزعنفة الحوضية ويتكون من قطعة غضروفية كبيرة تسمى حامل الأشعة القاعدي والذي يحمل صفاً من الشعاعيات المرتبة بشكل مروحي تحمل الشعاعيات صفاً واحداً من الصفائح عديدة الأضلاع والتي يمتد منها صفان من الأشعة الزعنفية لتدعيم الجزء العريض من الزعنف كما يمتد جزء هيكلي غضروفي من كل حامل أشعة قاعدي ليدعم المساكات في حالة الذكور ترجمة نانسي قنقر